وللحديث أكثر عن زيارة ولي العهد إلى مصر والاتفاقيات المشتركة بين البلدين ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور حسن يخولي الخبير الاقتصادي أهلا بك دكتور وود بداية أسألك من تأكيد الرئاسة المصرية على أن مشروع مدينة اليوم وكذلك قناة قناة السويس سيحولان هذه المكانين إلى وجه عالمي وقبلة عالمية للتجارة العالمية قراءتك بالنسبة لتأكيد الرئاسة المصرية وكذلك في ظل زيارة ولي العهد إلى مصر الصباح الخير يا أخ الكريم عليك وعلى السادة المشاهدين زيارة صاحب السمو الملك الأمير محمد مسلمان ولي العهد لها رسائل عديدة بتقول العالم أن مازال الأجيال المتعقبة بتنفذ وصية الملك المؤسس المغفور للملك عبد العزيز بالحسن الجوار والتعاون الدائم مع جمهورية مصر العربية زيارة الأمير محمد مسلمان ولي العهد إلى مصر اللي هي رسائل عديدة بتقول أهمية العلاقات مع مصر زيارة القناة السويس وسينة بتقول أن فيه استثمارات ستضخ في هذه المنطقة لتعمرها ولدح الهراب من ناحية أخرى زيارة الافتتاح التوسعي للأزهر الشريف كان على نافقة المملكة بتقول اختيار المملكة إلى الإسلام الوسطي والسير في اتجاهه زيارته إلى الكاتدرائية بتقول قبول الغير زيارة صاحب السمون الملك الأمير محمد دي بتقدي رسائل كتيرة لكن لو جئنا الاستثمار المملكة استثماراتها كتيرة ومتزايدة هي بتمثل الاستثمارات رقم واحد عربيا ورقم اثنين على مساوة عالم الاستثمارات الأجنبية في مصر الاستثمارات اللي هي تضخ في سيناء وتعمرها واهم ما فيها منطقة مدينة نيوم مدينة نيوم هي تقع بين ثلاث دول المملكة العربية السعودية والأردن الشخيخة ومصر ودي بيكون واعدة في زيارته أمس لقناة السويس وتفقده للمنطقة فيه توأمة وتكامل بيتم مما بين قناة السويس ومدينة نيوم بحيث كل المعدات والبضائع اللي بتمر لليوم بتكون من خلال قناة السويس وتيسراتها للمشروع هو المشروع المستقبل للحالمين إن شاء الله بإذن الله زيارة موفقة مرحب بها من جانب الشعب قبل الحكومة بنتعشم أن يلحقها زيارات كتيرة كونها أن هي زيارة الأولى لولي العهد خارج المملكة بعد توليه أمانة ولاية العهد دي بتقول أهمية الزيارة المتوقع أن بيتم الكلام زي ما حضيكت فضلت في مشروع نيوم فيه هناك مشاريع أخرى سيتم البدء في تنفيذها منها كبري اللي بيربط المملكة العربية السعودية بمصر الجسر الملك سلمان أيضا بيتم البدء في إنشاء جامعة الملك سلمان أيضا بيتم تفعيل اتفاقية ربط الكهرباء ما بين مصر العربية والمملكة العربية السعودية بحيث يتم الربط الاستفادة من الوفرات في الجانبين دي كنواة أساسية للربط ما بين دول الخليج من نحية ودول المغرب العربي من نحية تانية زيارة ميمونة إن شاء الله بإذن الله بتأتي وكلها لم تكتمل مدة 3 أيام تم الاتفاق فيها على عدد من الاستثمارات سيتم البدء فيها أهمها إنشاء صندوق المصر السعودي باستثمارات تتجاوز 25 مليار دولار للإنفاق فيها صحيح الاستثمارات المملكة العربية السعودية 27 مليار لكن في عام 2017 بس كان 6 واحد من 10 مليار نتعشم أن يتم ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات والقطاعات المختلفة من الجانب الآخر هناك استثمارات مصرية في السعودية أنا أتعشم أن حجم التبادل التجاري والتجارة البيانية بين المملكة العربية والسعودية يتضاعف وبمثل 2 واحد من 10 حتى هذه اللحظة هو رقم متواضع أنا متخيل أن في غضون رؤية 2030 للمملكة و2030 لمصر هذا الرقم يتضاعف مرات كثيرة بما يحقق سيولة البضائع بين الدولتين الشقيقين جنحي الأمة العربية نعم دكتور حسني كذلك أنه شهدنا أمس قيام ولي العهد والرئيس المصري بزيارة إلى جولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس والعديد كذلك من مشاريع اللي تم زيارتها قراءتك وبالنسبة الحرص رجال الأعمال من البلدين على الاستفادة مثل هذه الفرص الاستثمارية خاصة أنها ما شملة قطاع واحد شملة العديد من القطاعات السياحية والتجارية والخدمية أيضا أنا عاوز مصرر أن هي رسائل موجهة للعالم كله أن سيناء دحر فيها الإرهاب وأن زيارة صاحب السمو الملك الأمير محمد بقول أن سيناء أمنة وبدئين في تعميرها من الجانبين بالشراق السعودية المملكة العربية السعودية الاستثمارات في قطاعات زي ما أسلفنا في قطاعات عديدة لكن بيتضخ استثمارات كبيرة في منطقة سيناء أهميتها الاستراتيجية للبلدين الأمن المصري والأمن السعودي امتداد لبعضهم أعتقد أنا بتكلم بلسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بيقول أن أصدقائنا هم مشتركون وأعداءنا مشتركون أعتقد أن زيارته لمنطقة السيناء وقناة السويس بتقول أن المنطقة أمنة هي دعوة لمزيد من السياحة لكل دول العالم أن ضحرنا أو في طريقنا لضحر الإرهاب بيقول أن إحنا المنطقة سيتم تكسيف الزيارات وهي تستحق بهذا سيناء وطور سنين مذكورة في القرآن الكريم هي الرابط ما بين أسيا وأفريقيا هي بتربط شرق العربي بالمغرب العربي الشرقي والغربي أهميتها كثيرة هي رسالة موجهة قبل أن تكون استثمارات هي رسالة لطمئنة العالم إلى أمن المنطقة وزيادة في الأمان أما إذا تكلمنا عن الاستثمارات التي تضخ في الأيام القادمة أعتقد أن سيناء في قلب هذه الاستثمارات ومعظمها موجهة لها لعادة تعمير سيناء اللي حتى هذه اللحظة يسكنها 500 ألف يعني نصف مليون ناس في حين هي من المتوقع أن يسكنها رقم يتراوح ما بين الثمانية إلى العشر مليون أنا متخيل أن على عشرين تلاتين سيناء يسكنها على الأقل خمسة مليون ناس يعني عشر أضعاف الرقم الحالي وده بمثل نواحي قصدية واجتماعية وتوتين لبدو سيناء وإقامة مشروعات وخلق فرص عمل لشبابنا الراغب في العمل والقادر عليه نعم دكتور حسن الخولي كنت معي من القاهرة وأنت الخبير والاقتصادي شكرا جزيلا لك